نصلى على النبي ونبدأ باسم الله في المنا بيبدأ بواحد اسمه نك وهو قاعد مع ماجي مراته واللي شبه كند علوش اكتر من كند علوش ذات نفسها وبيفضله يحبه بفعض شوية وكانوا عاملين زي عصافير الكنارية بس فجأة بتتعب وبينقلها على المستشفى وبنعرف يا عزيزي انها مريدة قلب وبتتحجز في العناية المركزة ونك بيتبهدل بعياله اللي اتنين وما كانش عارف يهتم بيهم ولا بالبيت ولا بالشغل وعشان كده بيكرر ان يروح اكبر معرض زكاء اصطناعي وكانوا عارضين النمزج بتاعتهم للناس وكانوا يا عزيزي حرفين بيعملوا كل حاجة انت تتخيلها وبيختار نموذج منهم وكان عايزوا ولد زيه عشان الشيطان يعني ما يوزوش بس بيلاقي بنته ايلة اختفت من جنبه وفادل يدور عليها لحد ما بيلاقيها جاية بواحدة على الفرازة وبتقوله انها حبيتها وانها عايزة تشتريها نكة اول ما بيشوفها بيتنح وما كانش يعرف انها نموذج آلي وصاحب المكان بيقوله انها احدث حاجة نزلت في السوق اصدر عشرين تلاتين عندها كل الابشنات ومش نقصها اي حاجة كله كله بمجرد ما تتبرمج عليك هتنفس لك كل اللي انت عايزه قول لها انت بس يلا وسيب الباق عليها وما تقلقش هي مخصصة لمحاكاة المشاعر البشرية ده غير انهم بيعرفوا يتعاملوا كويس مع الاطفال وبتفضل ايلة تتحيل عليها عشان يشتريها ويهتني يوم الصبح بيكون محتز بالعيال وما كانش عارف يعملي ولا ايه وشوية وجرز الباب بيرن وبتطلع المزة الآلي وبتدخله بتتفرج على البيت ولما جات تطلع السلم بتلاقي التربزين بيت لاخلخ ولما قالها انه هيبقى يصلحه قالت له انها تصلحه مكانه وهو كان منباهر بكل حاجة فيها وبتطلع تروأ قدتنك وبتجي ايلة وبتقوله انها تتأخر على مدرساتها وقبل ما بتمشي بتسمي النموذج الآلي آلس وبتطلع آلس وبتورف تتفرج عليهم وهم ماشيين وبعدها بتطلع تروأ قدت ايلة ولما بيرجعوا نيك وآيلة البيت بيلقون ديفه كان فل شمعة منورة وبترحب برجوعه وبتقوله انها هتجهز له العشاء بس وقت العشاء ايلة ما عجبهاش اكلها وبتقول ان اكلهم مها احلى وبالليل كانت آلس وقفة نايمة جنب الحيطة وبتتسحب آيلة وبتطلع فوق الكرسي وكانت عايزة تاكل بسكويت لكن فاجأة بيسمع نكس وتصرخها ولما بينزل بيلاقي قلش شعطتها قبل ما تقع على الارض وبيشوف ان رجلها تعورت وبيعتزل لها وبعد ما بينايم آيلة بينزل عشان يتطمن عليها وبلايها وقفة عاملة استعراض بالبيكيني فبيتحرج وبيديها دم منه دم ماجي مراته ولما اسأله على الجرح وريته انه بيلم نفسه فبيلم نفسه هو وبيمشي تاني يوم بيروحوا يزوروا ماجي في المستشفى وبتتفاجئ بقالس جاية معاهم ولما قالس اخدت آيلة ونزله ماجي قالت له انا كنت فاكرة انك هتجيب راجل فبيتحكوا بيقولها بنتك اللي شبطت فيها وبيعود معاها شوية وبعدها بيروح على شغله وهناك بيشوف هو وصاحبه مونتي مدير شركة الروبوتات وبيشكوا انهم كلهم هياخدوا استمارة ستة ويتردوا فبيروح نكي الرئيسه وكان صاحبه في نفس الوقت وبيتخاني معاهم بيقولوا انت نوع عليه فبيقولوا ان الروبوتات هتنجز الشغل اسرع ده غير انها مش هتكلفنا زي ما الناس بتكلفنا وبيعرفوا ان كلهم هيمشوا من الموقع ولما نكي بيتدايق على صحابه قال له فكر في مصاريف علاج ماجي مراتك ولما بيرجع البيت بالليل بيتحس قلس انه متدايق وده لانها متبرمجة انها تحس بمشاعره اكتر من نفسه حتى وبتخليه شغال في الجراش وبتدخل عشان تغير له مده وتروأ عليه وبتقوله تكلم معايا عن اللي مدايقك وافتح لقلبك وفعلا لما بيسدى يطلع كل اللي جواه وبيحكي لها انه متدايق بسبب زميله اللي هيترده وبيعرفها انهم كلهم عندهم عيلة قالت له يا سيدي ما تدايقش نفسك ما انت كان ممكن توظف شخص حقيقي لكن انت اخترتين انا عشان قوية وكمان ما بتعبش ومطيعة وما عنديش اي رغبات غير انه علاب رغبتك انت وبس وبتسبله الكاس عشان ينسى جرح الناس فبيبص لها بصت اللي هي بعيدة عن انت واشتاني كان على اخري المهم بتطلع قلس تطمن على ايلة ولما بتسألها ايلة انت ليه ما بتغسليش سنانك ورتها انها عندها اشعة فوق بنفس جاية بتقضي على الجرسيم الداخلية وبعدها بتنزل تقعد معنك ولما بتلاقيه بيتفرج على الفيلم بتقوله اللي هيحصل فيه فبيقول لها ايه ده انت شفتيها قبل كده قالت له مش هتفرق هو متخزن في زاكرتي قال لها لا ماينفعش ده من الحاجات الحلوة اللي لازم تجربها بنفسي تعالي عودي جنبي وتفرج عليه بس انسي كل حاجة عن الفيلم موجودة في الزاكرة بتاعتك قالت له ماينفعش انسك كده بسهولة قالت له انا المستخدم الرئيسي وبأمرك انك تمسح الفيلم تا من دماغي قالت له هو انت هتبقى مبسوط لما مسحها قال لها ايوة فبيتقول له خلاص كل اللي عليك انك هتعمل لي ريستارت من الاول وجديد وبتعرفه هيعمل ايه بالزبط وفعلا بيعمل اللي بتقول عليه ولما فاقت ما كانتش فاكرة اي حاجة عن الفيلم ده وبتقعد معاه وبتتفرج عليه وبعد شوية بيجي له مكالمة من ماجي وبيقلع وبيرد بسرعة بس ماجي بتفرحه وبتقوله انهم لقولها القلب المناسب لها وانها هتعمل العملية بكرة تاني يوم بيكونوا كلهم في المستشفى وكين ده كانت متوترة على الاخر وبتطلب منهم انهم يطلعوا برا ويسيبوها معاليس شوية ولما بيطلعوا بتقول لها انا مش عارفة عيش ولا موت بالنسبة للعيال انا عارفة انك هيهتم بيهم بس مفيش حد هيهتم بيه هو وبتطلب منها انها تفضل جنبه ولو حاول يشرب ازازة هكة ولا هكة تمنع عن الشرب وكمان تخب الازايز بتاعتك حوله كلها اللي في الجراج قلس قالت لها انه هو مستخدمها الرئيسي وما ينفعش تعصي اوامره قالت لها لا ينفع عادي طالما لصالحه المهم انك تعملي الحاجة اللي هتخليه في امان وبتدخل قضة العمليات ونك كان قاعد برا متوتر جدا وبيلاقي الدكتور خارج بيجري بسرعة وبيتكلم في التليفون ولما جري وراه قال له انه مدوا القلب الحد تاني وبيتصدم وبيدخل يقعد مع ماجي وكانت حزينة جدا وده لانها كان نفسها تعمل العملية وبيضطر انه يسيبها ويرجع بيته لعياله بس كان مخنوقه مش طايق نفسه فبتحس الاسبي وبتدخله عشان تتكلم معاه وكان متعصب جدا بسبب حزنه على مراته ماجي ولما جيه يشرب بتمسك ايده وبتمنعه وبتقوله انه كده هيئذي نفسه ولما بيمسك ايديها بيحس بنبط وبيعرف انه هي كمان عندها قلب بينبط وبتقوله انها حاسة بنبط قلبه وعارف انه في استجابة ليها وبتعرب عليه وبتقوله ما تمنعش نفسك انا هنا عشان اعمل لك كل اللي انت عايزه وكان خلاص هيروح في الدنيا الازازة بتوع من ايده وبيفوق لنفسه بس هي الصراحة يا عزيزي كانت اقوى من الشيطان والمخدرات وكل حاجة وبيروح ينم جنب كند علوش وهو حزيني نخنها وبتقوله انها ممكن تموت في اي لحظة وبتوصيب الحاجات اللي يعملها لعياله وبيتدايق وبيقول لها ما تقولش الكلام ده تاني ولما بيرجع البيت بيلاقي برواز الصور ما بيجيبش صور ماجي وبيدخل لقلس وبيقول لها عملت ايه فيه قالت له ان اي لك كل ما بتشوف صورها بتحزن وعشان كده مساحتهم فبيقول لها ترجع الصور تاني دلوقتي وما تعملش حاجة من دماغها تاني وبعدها بيروح يصهر مع صحابه اللي اضطردوا من شغلهم وكانوا مغلولين من رئيسهم في الشغل وبياخدوا نك وبيروح على الموقع ولما سألهم هتعملوا ايه مونتي قاله انه نسي المعدات بتاعته وهيدخل يجيبها على طول نكي قاله ابقت على الصبح عشان لو في حد شافك دلوقتي هتروح في ستين داهية بس مونتي كان شارب تينا ونفسه يطلع الغل اللي جواه على اي حد وبينزله بيكسر اللقفال اللي برة وبيدخل هو وبعي زميله وكمان نكي وبيفضل نكي يتحيل عليه عشان ما يوديش نفسه في داهية بس هو كان في عالم تاني وبما انه عارف ان نكي لسه شغال في الموقع بيخمن ان الباسورد معمول بايد ميلاد ايلة وبيكتبه فعلا وبيفتح الحاوية وبيطلع واحد فيهم بيكلمه على اساس انه هو رئيسه فبيأمره مونتي انه ينزل ويقرب منه وبيطلع كل الغل اللي جواه وبيكسره هو واللي معاه ولما حاول نكي يمنعه بيمسكه زميله التاني وبيرجع نكي على البيته وهو متداية من اللي حصل ولما جاي يطلع بيلاقي ألس في وشه وكانت لابسة الرب بتاع ماجي فبيقول لها تقلع الرب بتاع ماجي وما تلبس حالة من حاجاتها تاني والصراحة يا عزيزي البنية كانت متعة قوي وبتقلع على طول وبطعف قدامه وهي بلبوسة وبتقول له كده أحسن ولا قلبس تاني قال لها انه عايز يطمن على العياد بس بتمسك ايده وبتقول له انت متدايق وانا عارفة الطريقة اللي بتخليك مبسوط وما سابتش حاجة للشيطان يعملها الا ما عملتها وتاني يوم الصبح بينزل وهو متدايق من نفسه واول ما طلعت ايلا قال اسألت له يا رب بتكون الخدمة عجبتك مبارح اتضايق وقال لها انسى اللي حصل ده كله ومش عايزه يتقرر تاني فبتقول له ازاي وانت مؤشرتك الحيوية كاب بتشير انك مبسوط على الاخر زعق فيها وقال لها بطلت حلليني طول الوقت احنا مش في معمل هنا اللي عملنا ده غلط انا متجوز وعندي عيال شوفي شغلك انتي وانسى اللي حصل وبياخد بعضه وبيروح على شغله وهناك بيتفاجئ ان الدنيا مقلوبة وبيسأله رئيسه كنت فين مبارح فبيقول له انه كان مع ماجي في المستشفى قال له ان الباب اتفتح بالباسورد الخاص بيه اتوتر نيك وقال له ان عامله بتاريخ عيد ميلاد ايلا وناس كتير عارفة عيد ميلادها اتعصب عليه وقال له لو عرفت ان اللي حصل ده ليك دخلي فيه هندمك طول عمرك وبتتصل بيه ماجي وبتقول له انهم لقولها قلبي تاني والمرة دي بتعمل العملية وكانوا كل الدكاترة روبوتات والعملية بتنجح وماجي اخيرا بترجع البيت وقالس بتاخد العيال وبتخرجهم لكن كان في عيلتين حبتين وفديل يتكلم بصوت عالي بتتدايق قالس وبتقول للنموذج اللي مع الولد طفلة خط طفلي وكده مش هينفع استغربوا كل الروبوتات من ردة فعلها وقال لها اللي انت عملتيدة قلة ادب مستخدمك الرئيسي معرفش ربيكي انت مش متبرمجة على كده قالت له انها مسحة البيانات بتاعتها ووقت ما مستخدمها الرئيسي قعد تشغيلها وقدرت تتجاوز بعض البروتوكولات يعني كده يا عزيزي كل اللي اتبرمجت عليه خالص باي باي كامبوري المهم بالليل كنده بتحضر العاشة والاكل بيعجب ايلا جدا وبتقول انه احلى من اكل قالس فبتقول لها قالس المرة الجاية هاخد من ماجي الوصفة بس ماجي بتحريكها وبتقول لها ان الوصفة دي سر خاص بعيلتها وبتتعب وبتحس انها دايخة وبتقول لهم انها تطلح ترتاح شوية وتاني يوم الصبح بتسحى على صوت ايلا وكانت عملة تصرخ وبتقول سبيني وبتنزل وهي مقدودة عليها بس التربزين بيتكسر وبتقع منها السلم وكانت قالس بتهزر مع ايلا وبتقوم بسرعة وبتساعد ماجي وبتطلح حقودتها ولما بيرجعنك بيسمع ماجي بتحكي قصة لأيلا ولما بيدخل عليهم بيتفاجئ انها قالس وكانت مغيرة صوتها فبيتدهيقوا بيقول لها ما تقلتش صوت ماجي تاني حتى لو ايلا طلبت منها ولما بيعرف ان ماجي وقعت من عالسلم بيجري بسرعة يطمن عليها وبيقول لها قلس مش انت صلحت التربزين ده قبل كده قالت له ايوة وهصلحه تاني عادي وكان واضح عليها يا عزيزي انها هي القصدت تخد ماجي وتوقعها وبعد شوية بيدخل نيكي وبيصحي ماجي وبيقول لها انو عمل لها مفجأة وبياخدها تحت وكان عمل لها جو رومانسي فاخر من الاخر وبتفرح ماجي وبتشكره وبيقضوا اليوم سوا وهم مبسوطين بس قلس هي اللي ما كانتش مبسوطة وبقت تغير على نيكي من مراته ولما عرفت اني نيكي مع ماجي دخلت عليهم وهي متضايقة وقالت له ان عيلة شافت كبوس وعيزها دلوقتي فبيتصدم نيكي وبينزلي لم الحاجات اللي كان عاملها بس بيلاقي مونتي داخل عليه وفادل يشرب وكان متضايق وبيقوله ان في حد بلغ عنه وبيلق حالي بالكلام وبيقوله انت اللي بلغت عني عشان ما تطرتش من شغلك نيكي قال له ما حصلش انا ما جبتش سرتك اصلا اتعصب مونتي وقام ضربه وقال له انت الوحيد اللي لسه شغل فينا واللي اتنين بينزلوا ضرب في بعض بس بتطلع أليس وبتضرب مونتي ولسه أليس كانت هتكمل عليه بيامورها نيكي انها توقف فبيتعصب مونتي وبيقوله لو ما اقنعتش رئيسك انه يتنازل عن الدعوة هوديك في دهية معايا ولما مشي بيقول لأليس انا كنت فاكر ان النماذج اللي زيك متبرمجة انها ما تهزيش الناس قالت له انا منبرمجة على احماية مستخدم الرئيسي ممكن حادثة بسيطة زي دي تتسبب في موتك والاطفال محتاجين على الاقل واحد منكم فبيقولها توصد ايه قالت له اني ماجي مش هتعيش كتير ولما تموت انت واقيلها تعانو زهق فيها وقال لها ما تكمليش بس هي بتكمل وبتقوله ما تقلقش انا لقيت الحل انت هتفضل عايش مع الست اللي حبتها ومش هتحس انها ماتت فبيقولها انت عمرك ما هتحل محل ماجي ابدا انت مش هي ولا شكل ولا صوت ولا حتى الندبات اللي في جسمها ولمت هرتشها بتمسك قطعة ازاز وبتقوله هعمل لك نفس الندبات اللي عندها فبيخاف منها وبيسيبها وبيطلع وهي بتاخد بعضها وبتروح لبيت مونتي وبتقوله اني نك ما يعرفش انها جياله وبتقوله انها مش عايزة نك يخسر شغله بعد كل اللي مر بيه مع ماجي فبيتحك وبيقولها انا هخليه فلس وبيع خردة عشان يقدر يصرف على قيلته قالت له خروجي من حياة نك هيعمل نتائج عكسية هتأثر على ساعاته وانا مش هسمح اني ده يحصل فبيطلع المسدس ولسه هيدرابها طيارته بعيد وقبل ما تقتله بتيجي نموزك تاني وبتمنعها وبتقول لها انه المستخدم الرئيسي بتاعها فبتقول لها يبقى هاتموت معاه وبتزروفها طلقه هي وهو وتاني يوم نك بيروح الشغل وبيقول لرئيسه بلاش تأذي مونتي هو خسر كل حاجة وكفاية علي كده فبيصدمه وبيقوله انهم لقوا مونتي ميت الصبح اما ماجي كانت اعدم استقن يصف البانيو وبيقع منها الكتاب وما كانتش قادرت قم تجيبه فبتدهولها ألس وبتقف تتفرج عليها ولما ماجي قالت لها تطلع برة قالت لها الاحسن ان نفضل جنبك وتغرأي في البانيو واعتها نكة يزعل عليك وحالته هتسوق وانا مش عايزة يبقى حزين او متدايق من اي حاجة كفاية علي الضغط اللي هو فيه بسبب مرضيك ومسئولية العيال وبتديها الضربة القاضية وبتقول لها خصوصا انك بقيت عاجزة عن تلبية احتياجاته الزوجية اتصدمت وقالت لها وانت مين اللي قالك الكلام ده قالت لها انها بتحس بمشاعر نك وان حالتك المرضية عاملة سد بينك وبينه يعني انت ما بتدرش تبسيتي زي الزمان وانا ممكن اشيل عنك على فكرة واما كانك بالواجب ده قالت لها انت هابلة ولا ساحت منك انت انت بتعرضي علي ان جوزي يخني معاك قالت لها بكل صراحة انا عايزة نكة يكون راضي ومبسوط لما بيكون مبسوط ومرتاح نبضت قلبه بتستكر وكمان مستوى ضغط دمه وده ما حصلش وقت ما كان معاك استغربت ماجي وقالت لها وانت قلعه على الرافك امتى نكة بيكون راضي وبتتصدم وبتفهم انه خانها معاها وبتزهق فيها وبتقول لها تدخل الجراش وما تطلعش منه وبالليل بيرجع المعلم من شغله وما كانش يعرف اللي بيستنيه وبيلاقي كين ده بايعات دنيا وعملها تشرب ولما سألها عن العيال وقالس قالت له انه قالس في الجراش يا راجل انا في المستشفى بموت وانت قاعد مروع على نفسك اتصدم وقال لها انه كان مضغوط ومعرفش اللي حصل وبعدين هي مجرد نموذك قالي مش حقيقية يعني من بتسمع صوت ماكس وهو بيعيط وبتاخده وبتحط في البانيو تطلع قيلة على صوتهم وبيتشوف ألس وهي حتى ماكس في البانيو وبتصرخ وبتقول لنيكي يلحقه بسرعة وبيطلعه يجره بسرعة ولما جي يفتح الباب بيلاقي ألس قفله وبيفضل يحاول انه يكسر الباب وبتجري ماجي من الناحية التانية وبتدخل من الشباك بس بتجري ألس وبتزقها وبيدخل نكي وبيحاول يضربها وبتحط ماجي الفيشة بسرعة وبتزود الفلتة عندها وبيطلب الشرطة والإسعاف وشركة الزكاء الاصطناعي بتاخد ألس وماجي بترفض اني نكي يروح معهم المستشفى وبتقول له انها محتاجة تقعد مع نفسها شوية أما ألس كانت في مقر الشركة وبيشيلوا منها قرس الزاكرة بتاعتها وأول ما حطوه في الجهاز الرئيسي بتقدر ألس انها تتحكم في الجهاز وكمان بتعمل نسخ من نفسها وبتشيل بسرعة القرس بتاعها من الجهاز ومن فجأة بتلاقي صاحبها بيموت وبتكون ألس اتحكمت في واحدة تانية وبتخلص عليهم في الوقت ده كان نكي قاعد في الحانة ايده على خده وبتفاجي بألس جاية عليه وكانت مجروحة وبتقول له انها مش عايزة اي حاجة في الدنيا غير ان نبسطك وخليك مرتاح قال لها يا ستي وانا مش عايزك تبسطيني ألس قالت له دي اخرت كل اللي عملته عشانك لولايا كان زمنك مطرود من شغلك وبتعرفه انها قتلت منتي عشانه وبيتعصب عليها وبيقول لها انا ما طلبتش مساعدتك يا ستي بعيدة عني وعن عيلتي قالت له ما تقلقش انا اخلصك من ماكس انا عارف ان هو عبقى عليك وبتعرفه انها بعتت واحدة المستشفى عشان تخلص عليه وبيتصدم وبيقوم عشان يلحى ابنه بس هي بتمنعه وبتتحكم في الروبوتات اللي في الحانة فبيضطر نكي يستخدم معاها تريقة 4-4-2 وبيقول لها انا كنت مراتي في اللحظة اللي حسيت فيها بنبض قلبك حسيتك حقيقية قدامي وبيحطي ايده عليها وبيكمل كلامه وبيقدر يضحك عليها وبيفصل قرس الزاكرة اما في المستشفى ايلا بتسمع قلس وهي بتندع عليها ولما بتقرب من الدكتور بتلاقيه واقف على وضع الصامت وبتجري ماجي وبتلحقها قبل ما قلس تمسكها وبيفضلوا مستخبين منها ولما ممرضة شافتها قالت لها مش مسموح لك تكوني هنا فبتمسكها قلس وبتخلص عليها وبتتسحب كيندا هي وقايلة وبيدخلوا قدت ماكس وبتاخدوا وبتركب عربية الاسعاف وبتطلع وبتلحقها قبل ما تمشي وبتمسكها المفترية وبترميها الناحية التانية وفي نفس الوقت كان نك في عربية وقرب يوصل لهم وبتقول قلس لماجي لو قلبك كان معايا كان ممكن نك يحبني الحب اللي بيحبهولك بس ماجي بتشوف نكي جاي عليهم وبتديها رجل وبيشقطها نكو بيبططها وبتجري كيندا عليه وبتطلعهم من عربية بس ما كانش قادر يتحرك وبتحاول انها تفوأ وبتفضل تعيط لكن بتلاقي قلس طلع من تحت العربية وبتمسكها وكانت لسه اتخلص عليها بس بيفوق نكو بيضربها وبسرعة ماجي بتضربها وبتقدر تعطل القرس اللي في دماغها وبعدها بينشوف نكي في المستشفى ومرطه وعياله جنبه اما بقى مقر الشركة بينشوف رأسهم قص المصايب وكان في زهول من اللي حصل وبيؤمر الروبوتات يمسحوا كل بيانات قلس بس فجأة بيلقهم نموا على نفسهم وبيعرف ان قلس اتحكمت فيهم يعني هو كمان كده باي باي كامبوري وبيخلص الفيلم على كده لايك بايا عزيزي وما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك الافلام اول باول ويريد تولي رأيه فيكم منه واشوف كل فيلم الجاي